تجريف النخيل والأشجار بين العمد والإهمال وتآكل الحزام الأخضر المحيط بالعاصمة بغداد أثروا بشكل كبير على أجواء العاصمة درجات الحرارة صيفا تتجاوز الستين مئوية وكل يتفق على أن وجود الحزام الأخضر يقلل شدة الحرارة في العاصمة بغداد مع الأسف بالفترة الأخيرة يعني دائما نركز على الجانب السلبي أنه أكو تجريف بالبساطين أكو كذا أكو كذا والواقع يشير إلى ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ ليس فقط بالعراق والمنطقة فأصبح من الضرورة الملحة أن يكون هناك قطاع نباتي في عموم العراق والعاصمة طبعا بالدرجة الخاصة الإهمال المستمرة وعدم العناية بالمساعات الخضراء أدى إلى وصول تصحر لحدود بغداد ومحيطها باتة الأحزمة الخضراء حقيقة مهمة جدا لكل المحافظات ومنها العاصمة بغداد باعتبار العاصمة بغداد اليوم يسكنها أكثر من سبعة ملايين نسمة وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى أكسيجين وهذا الأكسيجين لا يأتي إلا من خلال مساحة الخضراء نظرا إذا كثرة العشوائيات أيضا ساهمت في انعدام المساحة الخضراء داخل المدن وبالتالي الحزام الأخضر هو متنفس للعاصمة بغداد المهتمون بالبيئة يطالبون بإعادة الحزام الأخضر وبتنمية النخيل والأشجار التي تخفف من وطأة العواصف الصحراوية وتحد من التلوث البيئي بشكل كبير تجريف حزام بغداد الأخضر أثر وبشكل كبير على أجواء العاصمة فلو استمرت إدامة النخيل والأشجار لكانت درجة الحرارة أقل بكثير مما هي عليه الآن ولختلفت البيئة في العاصمة بغداد فللحزام الأخضر أثر كبير في تلطيف الأجواء من بغداد محمد فراس قناة التغيير